كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بحسن مصادرنا في النادي الاهلي حذر بشكل قوي جداً هذه المرة قوي جداً هذه المرة من تسريب أسماء بيحذر طبعاً العاملين في النادي الاهلي أو أصحاب القرار في النادي الاهلي من تسريب أسماء بعض الصفقات عشان ده بيتسبب في فشل هذه الصفقات بسبب دخول بعض الأندال المزايدة أو لمغالاة الأندية اللي هيشتروا منها اللعيبة لما بتشوف على السوشال ميديا حالة سعادة وفرح عند الجميل فبيعلوا جدا في أسعار اللعبين كابتا محمود الخطيب طلب أن الأمور تعود تاني بأقصى صورة فيها من السرية أنه ما يتمش الإعلان عن هذه الصفقات ولا المفاوضات إلا بعد انتهاء بشكل رسمي صفقات كتيرة فشلت فعلا في الفترة الأخيرة كان الأهلي على وشك إتمامها زي زين الدين بالعيد وياحي عطوية الله وكانوا تيه أسماء كان خلاص الأهلي على وشك أنه يحسامها بس تعصرت المفاوضات في اللحظات الأخيرة ده بالنسبة للنادي الأهلي